وزارة الصحة تعلن أنها رخصت بشكل استعجالي للقاح سينوفار ضد فيروس كورونا المستجد لمطابقته بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دولياً ولتوصية منظمة الصحة العالمية ذات الصلة الترخيص كان بالإجماع خلال اجتماع للجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات الترخيص الاستعجالية للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد الفيروس الوزارة أكدت في بلغ لها أن لقاح استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة مما يمكن مختبر سينوفارما الصيني من الحصول على ترخيص بشكل استعجالي ستدم مدة صلاحيته 12 شهراً جاء ذلك بحسب الوزارة بعد دراسة وافتحاص مجموع المعطيات العلمية والتقنية التي اجتملت على عملية التصنيع وطبيعة التحاليل المخبرية على المادة الأولية وعلى اللقاح نفسه ثم البيانات ما قبل السريرية ونتائج الدراسات السريرية مع تبيان ثبات وعدم تغير خصائص اللقاح وفقاً لشروط تخزينه وتوزيعه واستعماله داخل مدة صلاحيته الوزارة أشارت إلى أن الجمع اللجنة الوطنية الاستشارية يندرج في إطار استكمال تقييم الملف التقني للقاح سينوفارما الصيني الذي بشرته اللجنة خلال الأسبوع القليل الماضية واستناداً أيضاً إلى المعطيات العلمية والتقنية التي تقدم بها المختبر الصيني للجنة الوطنية الاستشارية